من موجبات الجنة كلمة من قالها موقناً من قلبه في صباح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها في المساء موقناً وتأمل موقناً من قلبه فمات قبل الصباح دخل الجنة والله لو أن هذه الكلمة طولها ساعة ونتفرغ لها في كل يوم ساعات لنناجي بها رب العالمين لكان من الواجب على العبد أن يحفظها ما هذا الدعاء وما هذا الذكر إنه سيد الاستغفار الحديث شداد بن أوس من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تدخل الجنة إن قلت ذلك في الصباح موقناً من قلبك مستشعراً أنك تنادي ربك مستشعر أنك تطلب منه جل وعلاً أن يغفر لك ولذلك سمي هذا الذكر سيد الاستغفار هو أعظم الأذكار في الذكر خاصة في الاستغفار وبعض عباد الله لربما لا يقولها وبعض عباد الله لا يحفظ هذا الذكر مع أن الجائزة أنك تجب لك الجنة إذن من موجبات الجنة أن تكون مستغفراً على كل حال خاصة في هذا الذكر أن تضعه في صباحك وفي مسائك كيف يقر أو تقر عين إنسان بالنوم وهو لم يقل هذا الذكر مع أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت في الصباح أو المساء إذا قال هذا وهذا الاستغفار يتضمن الإقرار بالعبودية ويتضمن الإقرار بالذنب ويتضمن التوحيد لرب العالمين لذلك هذا الذكر وهذا الاستغفار الذي علمنا إياه محمد عليه الصلاة والسلام علمنا إياه لأننا نذنب نعوذ بالله من شر ما صنعنا ثم نعترف أننا ما أذنبنا إلا لأن الله سترنا ولأنه ألبسنا العافية